الصحة المستدامة صوني التناظر أراحب بكم مستمعين في الجزء الثاني من حلقة اليوم من الصحة المستدامة أتمنى أن تكونوا بخير وبالاستماع إلينا إلى الجزء الثاني اليوم دائما أرحب ضيفة العزيزة الدكتورة لما تقلى اشتقنا إليها كثيرا هي من أهم مراجعنا فيما يتعلق بأمراض الأنف والأذن والحنجرة دكتورة لما أجد الترحيبي بك أهلا وسهلا فيك مجددا أهلا فيك سونيتا شكرا أيضا للوغ وكاتيا ولكل مستمعين أينما كانوا كتبوا إليك على صفحة الفيسبوك بأسئلة سنبدأ بطرح الأسئلة من صفحة الفيسبوك ومن ثم سننتقل إلى الاتصالات إذن إيناس بتسألك مرحبا للدكتورة لما لحظت أن الصعال يترافق مع حكة في منطقة الضقن ما سبب في ذلك وأمسي سعيدة لك وضيفتك إذن يعني غالبا السعال المترافق مع حكة منفكر بسبب تحسسي فوقتها منطلب بلان أو فحص دم تحسس ومنبعث لعند طبيبة التحسس غالبا بتكون السبب تحسسي الإغتصاص في الحساسية نعم وغالبا نجد الحل يعني الابتعاد عن الابتعاد يعني هلأ غالبا بتكون مثل يعني هايدي الألرجي بتكون أو الحساسية للشغلات الموجودة بالهوى يعني أكتر من الأغذية وهيك شي يعني مثل الفطور أو الأشجار أو غبار الطلع أو شي هاي الابتعاد وفيه أدوية وفيه حل ثالث كمان بيسموها مثل نزع الألرجي يعني بس بتاخد ثلاث سنين بيعطوهم أطرات تحت اللسان لحتى يخففوا يعني ينزعوا التحسس من جسم الشخص اسمها هاي طبيب الألرجي طبعا التحسس بيعمله نعم شكرا دكتورة لما على هذا الجواب سنتابع معك ومع الأسئلة التي طرحت على صفحة فيسبوك فيروز بتسألك بتقول تحياتي لك يا سونيتا ولأسرة البرنامج الصحة المستدامة لضيفتك المميزة دكتورة لما دكتورة أنا دائما أتحدث معي في السنة إصابة في الحنجرة بخشونة قوية ما بعرف شو أصدى بخشونة فيروز حتى أني لا أستطيع بلع الطعام يعني عند نوع من تحسس يصبح صوتي غير مسموع هذه الحالة تبقى معي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد ذلك تنتهي أريد أن أعرف ما أسباب هذه الحالة ما هو العلاج وما هي الأدوية التي تنصحين بها شكرا لكم يعطيكم العافية يعطيكم الصحة المستدامة ولك أيضا يا فيروز نعم دكتورة إذن تفضلي بالنسبة لحالة فيروز غالبا هذه إنتانات بيكون عبارة عن التهاب أو إنتان تنفسي بهالحالة منعطي أنتيبيوتيك منعطي مضاد التهاب لمدة عشر تيام ومنعطي أهم شيء الكورتيزان بهالحالة الكورتيزان خمس تيام يعني عندها نعم الحساسية فيروز هلا ممكن يكون يا أما حساسية بدأت تعمل اختبارات التحسوس يا أما حساسية يا أما بيكون التهابات إنتانات تنفسية لذلك ما عم بيقول لك منعطي أنتيبيوتيك يا أما تكرار إنتانات يا أما حالة تحسوسية فمع كل الأحوال منعطي أنتيبيوتيك إذا منشوف أنه حالة إنتانية ومنعطي كورتيزان خمس لست يام نعم وكيف تزول الحالة واحدة على مدة ثلاثة أسابيع كيف تزول الحالة لحالة لحالة من دوم ما تتعالج إذا عطينا ها بتزول الحالة لأنه الإنتان بيروح يعني بعد عشر خمسة عشر يوم لحالة وبطيب يعني بيبقى شوية تخريش بيروح بعد ثلاث أسابيع يعني نعم حتى لو لم نأخذ أي شيء لو لم نأخذ بس مو كل الحالات ثلاث أسابيع بتروح يعني بدأ أحيان شهرين ثلاثة بتعند لذلك بنعطي العلاج نحن نعم شكرا دكتورة لما شكرا لفيروز على تواصلها معنا من خلال صفحة الفيسبوك وترح هذا السؤال مارون من لبنان الآن مارون كتب إلينا على الإنبوكس صفحة الفيسبوك يطلب التواصل معك وترح الأسئلة عليكي ألو مارون ألو مرحب يعطيكم العافية أهلا وسهلا كيفك مارون نشكر ألا أنتو منيح شو أخبه راك طبعا كتبت لنا على صفحة الفيسبوك تطلب التواصل مع الدكتورة لما هي عم تسمعك تفضل مرحبا دكتور مرحبا مارون كيفا الحمد لله عم بعزبك أنا بس عندي رشح متكرر وجريب يعني بالأسبوع مرة مرتين وبشير معهم أنه إذن مفخوط الطبلي عم بتنزل سائل أصفر يعني كريهة أيوة فشو الحال شو الأكل لازم أكله والبقاية أول شي عم بتقلي كل أسبوع بيصير معاه كل مرة مرة بالشهر يعني لا كل أسبوع كل أسبوع تقريبا هاي أول شغلة لازم تعمل اختبارات تحسس يعني ما يكون في تحسس لأن تحسس كتير بيعني يعني بيعني وسط مهيئ للإنتانات المتكررة أول شغلة بدك تتأكد أنه ما في تحسس طرق تنفسية هاي أول شي بدك ترو عند طبيب أخصائي بهذا الموضوع أو صدرية ممكن يتكفل بهذا الموضوع شغلة تانية أنت معك سقبة بغشاء الطبل هاي دي ما لازم أبدا تدخل مي نهائيا على الإذن هاي دي نهائيا نهائيا بعدين شي طبيعي لما بده يصير معك التهاب طرق التنفسية بتعرف عن طريق نفير أوستاش بده ينتقل الالتهاب للإذن فهالحالة يعني أنا بظن أن هاي فيروسية يعني ما بده أنتيبيوتيك كل مرة ليش عم تتكرر عم بقولك ممكن يكون في تحسس هاي أهم شي بدك تسوي فحصة الحساسية ما في نقص مناعة لا ما يعني آخر شي منفكر بنقص المناعة آخر شي هالشغلات أنه مناعية يعني في شي يعني قليل ما نشوف أنه عما يصير انتانات طرق تنفسية متكررة بسبب نقص مناعة وبعدين بيكون في أعراض تانية أخرى يعني هاي غالبا بتكون أنه أنت فراجيل أو هش بالنسبة في عندك هشاشية بالمخاطية يعني المخاطية الأنف بدك تبعد عن هشاشية بالشفة مثل ما قالت سونيتا البرد لأنه البرد طبعا والفيروسات تكتر كتير فيروسات الشتوية كتير سيئة كمان نعم وبدك تبعد عن الأرقيلة عن الدخان عن الهوى البارد عن الشراب البارد كل هاي الشغلات هاي ما كويسة يعني بعدين فيه شغلات نحنا منكتبها يعني موجودة بالصيدلية لحتى تخفف الانتانات الطرق التنفسية مثل نوع من المعادن يعني لتخفيف الانتانات المتكررة بياخدها واحد خلال الشتوية كلها ست شهور مثلا أو أربعة شهور يعني بتخفف شوي من هالانتانات الطرق التنفسية وفيه كمان شغلة تانية الإنالاسيون أو التبخيرات هاي كويسة كتير كمان للمتكررة تبخيرات يا أما بتشتريها من الصيدلية أو بتعمل انت تبخيرات بالزهورات يعني زهورات بتبخر زهورات التلوث طبعا التلوث الدخان البرد كل هدول شغلات مخرشة يعني المخاطية طبعا طبعا أكيد مانا السبب الأول بس هي سبب يعني بتضعف مناعت هالمخاطية أو الحال الوضع النفسي هدول مظبوط كلهم بس هدول مرتبطين يعني مانهم سبب واحد هاي عدة أسباب عم بتخليك تسوي هالانتانات المتكررة نعم طب والأكل شو لازم أكل حتى الأكل ما في مشكلة بس خفف الشغلات المخرشة الحدة يعني البهارات الحادة والبارد كتير والسخن كتير لا حتى قدر دافع يعني عن ها الدفاقة بقى هاي عندك البروكولي والكركمة والشاي الأخضر والزنجبيل والخضار والفواكه وعصير البرتقال كل هدول نعم يعني كل ما يوز العصير البرتقال كتير كويس الشاي الأخضر كل رافعات المناعة والانتي الانتي أكسيدون كل مضادات الأكساد والدوم والبصل كل هدول مهمين نعم نعم إذن مارون نشكرك ونتمنى لك شكرا لألك نتمنى لك صحة جيدة وش بدأ نقل لك شكرا لألكم إنه يصير الاسترس التوتر درجته أخف بكتير وإنه ما بعرف إنه ما يعود في سيارات ما هيك ما يعود في سيارات ربما ربما تصير السيارات كهربائية ما بعود في تلوص بعد كم سنين بلبنان يصير في ترشيد للسيارات لأنه كل باقي في ست سبع سيارات ربما ربما يكون هذا الحل لكي يقلوا بس البنزين بعض أكثر شكرا لك يا مارون شكرا تحياتنا لألك وإلك كل مستمعين في لبنان أنا لم أكن أعرف بأنهم كثر ولكنهم طبعا كثر يستمعون إلينا فشكرا شكرا لهم عبدالله من الإمارات الآن ألو ألو مسي الخير مرح سونيت أهلا عبدالله شكرا على اتصالك وعلى انتظارك نطرنيك على الخط أهلا وسهلا أهلا فيكي أنا يمكن أول مرة بحكي معاك بس صراحة الموضوع اليوم كثير مهم بالنسبة إلي أهلا كنت حابة عندي تفسار للدكتورة دكتورة لما عم تسمعك مباشرة فيك تحكيات فضل مساء الخير دكتورة يعطيك العافية مساء الخير أهلا فيك أهلا فيكي دكتورة بس أنا كنت بالنسبة لمرتي كانت ولدة قبل سنتين تقريبا أيوة وبعد الولادة صار معاها زي التهاب أوي حاد وكان ينتج عنه سعال حاد كتير فإنه تعالجت في هذه الفترة وأخذت دخل المستشفى وأخذت أنتبيوتك قوي والحمد لله راحت المشكلة هلا حاليا هي بعد سنتين الحمد لله يعني صار في حمل وهي في الشهر رابع أيوة فاللي صار من شيء أسبوع أو عشر أيام تقريبا صار معها زي نفس المشكلة بس يعني مش لدرجة أنه زي أول مرة أنه بس أن في عندها سعال متكرر وعم بيطلع معها بلغم يعني شديد لدرجة أنها طول اليوم دكتورة عام تسعول يعني من شيء أكتر من عشر أيام رحنا على الدكتورة أعطتها شراب زي هيربل يعني أنه حكينا فيها كونها حامل وكذا طبعا أيوة فبصراحة أنا يعني ما استفدنا كثير على الدواء فكنت حابب يعني أتفسر منك دكتورة شو الحل برأيك يعني كيف أنه لأنه كثير عم تسعول الدكتورة هلا هي بالشهر الرابع المشكلة مثل ما قلت يعني أنه حامل ما كثير فينا نعطي أدوية يعني هلأ إذا ضلت هلأ ممكن هلأ غالبا أي أنتان أي شوية تحسس أو كذا بيروح بعد أسبوعين ثلاثة إذا ما كتير مزعوجة تترك الحالة لحالة بتروح أو بدأ تعمل تبخيرات يعني لتلك تبخيرات حتى مو من الصيدلية يعني تبخيرات تجيب زهورات خليط من الزهورات تجيب زعتر ما بعرف يعني أعشاب وتعمل تبخيرات كل يوم بس يطلع البخار بتتنشأوا عن طريق تماء وإنفى كل يوم بالليل وشوية معلقة عسل معهم وإذا بتشرب بعدين الزهورات كمان شي كتير كويس هيدا يعني بدائي مثل ما قلنا لك بس عن جد مفيد كتير هلأ إذا عندنا ديت السعلة اعملولها عند المخبر أي مخبر حتى ما في داعي تروح عن طبيب مسحة صغيرة يا من القنف يا من البلعوم بيشوفوا إذا فيه فعلا جرسومة عم بالدايقة إذا فيه جرسومة عم بالدايقة بيحطوا لكم نوع الانتيبيوتيك كمان اللي بيمشي معها وقتها بتسألوا طبيب النسائية إذا فيه ممكن تاخدوا ولا لا بس مثل ما قلت لك إن مجالة ديق لأنه حامل ما فينا نعطي أدوية أما هي أنتيبيوتيك مضاد التهاب شوية كورتيزون تمشي الحال يعني بس هلأ تعتمد على التبخيرات أكتر شيء ومثل ما قلت لك بحال الاستمرار ترجع تعمل مسحة صغيرة تشوف إذا فعلا فيه جرسومة تبخيرات لكم دكتورة يعني أد ما بدا أد ما بدا أد ما بدا تبخيرات هي أعشاب يعني سمعت الدكتورة تحكي معلقة عسل هلأ أنا ما بعرض حكولنا أنه ممكن العسل مش منيح للحامل فما بعرف شو رأيت والله أنا ما بعرف ما سمعاني أنه ممنيح للحامل صراحة يعني ما بعرف بس يعني عسل طبيعي ليش حتى ما يكون منيح يعني ما بعرف إلا إذا فيه سكر حملي أو شي ما بعرف يعني عنده سكر الحمل ولا لا 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 ما عنده يعني الحمد لله وحساطة عملنا أخ المرة كانت يعني كله طبيعية الحمد لله نعم إذن ما في عوارد جانبية للعسل لا ما سمعنا أنه العسل أنا أول مرة الصراحة بسمعها أنا كمان لأنه يصفون العسل لكل شيء العسل كمان دواء يعني بيصفون إذن عبدالله إذا أرادت أن تعرف أكثر أو إذا تطورت للأسف حالة مرتك وعندك أسئلة أكثر للدكتورة لما تستطيع الكتبة إلينا بالسؤال على صفحة الفيسبوك ولكن على الإنبوكس ونحن سننقل طبعا للدكتورة لما وهي حتما ستجيبك نتمنى صحة جيدة لزوجتك وإن شاء الله بيصل البيبي على خير شكرا شكرا يا عبدالله بالسلامة طبعا شكرا صحة مستدامة للجميع سننتقل إلى لبنان مجددا مع نادي ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا نادي أهلا أهلا أنا هوني من لبنان عمري 15 سنة أنا كتير سعيدة أن تكون عم تسمعونا بلبنان وأنه هلقد الجمهور شاب 15 سنة كتير أهلا أهلا وسهلا فيك شكرا أهلا وسهلا فيك تفضل دكتورة لما عم تسمعك بس إذا ممكن أسألة تفضل تفضل عم تسمعك تفضل إيه عم بيسمعك أمرار بأيين يعني تحكمني عطسة قوية بيعود ومعطس لفترة معيني باليوم إذا مثلا تغير التقس أو في غبرة بالقوضة أو إذا رحت على البحر أو شي أمرار هيك ببنش عطسة كترة يعني يعني شي عشرة أنا بعرف الشخص بيعمل كل مرة عشرة عشرة عطسات شو دكتورة؟ نعم هايدي رينيت يا رينيت أليرجيك يا رينيت نو أليرجيك يعني التهاب إنف يا تحسوسي يا غير تحسوسي وعائي حركي هايدي إذا طلع تحسوسي كمان هلا فينك تجربة إذا ما بدك تشوف فينك تاخد مضاد تحسوس يعني بناسب عمرك مثل آيريوس مثلا زيرتك زيزال ما بعرف إذا الأسماء نفسها موجودة باللبنان باللبنان؟ بفتكر في آيريوس حبة واحدة المساء وبخاخات أنفية كورتيزون الزيرتك بخضها أمرار بس مش مكسس يعني لما بتحسس أني عما يتكرر العطاس خده فترة معينة لمدة شهر مثلا مع بخاخات كورتيزونية إنفية مثل أفاميس نازونكس نازاكورت هيك شي ما بعرف الأسماء موجودة نفسها نعم نادي إذا بتحب تسأل الدكتورة لما إذا بتحب تجرب يلي قلت لك هالعلاج البسيط على صفحة الفيسبوك بتحب تتواصل معها على صفحة الفيسبوك مباشرة نحن كتير كتير متفاجئين ومتشكرين أنك تصلت فينا من لبنان يا نادي وأنه هالأد أنت في عمر صغير جدا يعني في عمر المراهقة شكرا لك يا نادي تحية لإلكم جميعا بس بدي أعرف من أي منطقة في لبنان أنا هلأ من بيروت أهلي بيسمعوا هالبرناني وأنا حبيته فقالت بجي بسمع وشوف شكرا لإلك تحيتنا لإلك ولأهلك ولكل مستمعينا في لبنان أنا أفرح كثيرا أنه كمان اللبنانيون يستمعون إلى وشاب كتير كمان وشاب كتير صغير بالعمر شكرا تحية لإلك نادي سننتقل شكرا تحية مجددا للجميع لكل مستمعين أينما كانوا سننتقل مجددا إلى صفحة الفيسبوك وعندنا منيف القطامي بيسألك دكتور منيف ما هو تشنج الحنجرة وعلاجه مع التحية دي سونيتا والدكتورة علاج تشنج الحنجرة أيوة عجاج تشنج ما فهمت عليه تمام التشنج يعني سعال يعني لا أعلم هل هناك تشنج مثل تشنج مثلا رقبة تشنج العضلات تشنج الحنجرة هي غالبا لما بيصير تشنج حنجرة بيصير ديئة نفس وسعلة معها بنفس الوقت غالبا كمان نفس المسببات ممكن يكون التهابات أنفية ممكن حسب ورم يستبب تشنج الحنجرة يعني بس أنا رح أحكي على سبب الأخف وهو تشنج الحنجرة يا بسبب القلاس يا بسبب المفرزات رح أقول بسبب المفرزات أهم شي بسبب المفرزات منعطي كمان نفس الشي بنرجع على نفس الموضوع بنعطي مثل مضادات احتقام مثلا مثل نوع اكتفاد بيخفف المفرزات وإذا فيه جرسومة بنعطي الأنتيبيوتيك لتخفيف المفرزات لأن غالبا سبب تشنج الحنجرة هو مفرزات بتكون عم تدخل على الحنجرة بتقبد المدخل الحنجرة نعم بقى ما رح نحكي بالأسباب الأكتر والأكتر اللي ممكن تكون مثل سرطانات أو مثلا الدرقية اللي بتضغط على الحنجرة بقى هاي دي أسباب بقى إلى علاجات تانية بس عم بحكي على السبب الأنتاني أو الإفرازات نعم شكرا للدكتور مونيف شكرا لك دكتورة على الجواب عندي كإيمان بتسألك الرجاء التحدث عن علاج الجيوب الأنفية وحساسية الأنف ولكم مني أجمال التحيات إذن ياريت بشكل سريع نحكي عن علاج الجيوب الأنفية يعني السينوزيت علاج جيوب الأنفية رح أحكي عن الحاد لأنه المزمن شوي أصعب أو يعني أطوان الحاد نفس الموضوع لأنه كله بالأخير منرجع على نفس الشي إنتانات طرق التنفسية العلوية منعطي مضاد التهاب منعطي بخاخات أنفية منعطي أنتيبيوتيك منعطي مثل ماسك أنا بعطي دائما ماسك نوع من الأيروسول ماسك مع أدوية كمان لحتى تنظف الأنف وتدخل الأدوية على قلب الماسك يعني كهربائي أو موصول يعني بجهاز شو بيبخ؟ مثل الأكسيجين يعني نعم بيبخ منحط بقلبه أدوية أنتيبيوتيك وكل شيء ومضادات احتقال والشخص بيتنفسه أيوة بيعمل ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل كتير مفيدة هايدي بالإضافة طبعا للعلاج الفموي وهالشي فعلا بيقضي على كتير هالعلاج جديد دكتورة لما؟ لا من زمان منستعملوا نعم هون مثلا بيجيبوا هالقالة بيستأجرواها من عند الصيدلاني نعم ومن ثم بيستأجروا لمدة عشر تيلة هناك نوع من البروتوكول طبعا إليه بروتوكول في أدوية بيحطها الصبح وأدوية المساء كتير مفيدة نعم شكرا دكتورة لما سنواصل طرح الأسئلة وإيمان طبعا طرحت هذا السؤال ولكن غزالي ما علاقة التدخين بالسعال وخاصة الأرقيلة يعني النرجيلة ما هي العلاقة دكتورة التدخين والسعال العلاقة أنه التدخين والأرقيلة بيعملوا التهابات بالمخاطية التنفسية والتهابات مزمنة مسببة لكل أمراض التحسسية والسعال والالتهابات المزمنة وممكن توصل بالنهاية لانسداد القصبات وممكن للسرطانات كمان نعم إذن يعني الحالة صعبة جدا يعني الأفضل إيقاف الدخان والأرقيلة يعني مش بس السعال المشكلة أبعد من السعال طبعا السعال هو عرض يعني لمرض صار يعني بسبب الدخان نعم دكتورة منعرف أحيانا أنه في أشخاص بيسعلوا فجأة مثلا مساء أو هيك بسبب عدم البلع بالاتجاه الصحيح يعني أحيانا منقول بيتشاردة أو يبلع بطريقة معاكسة يا تورا لماذا نكح أو نصب بنوبة سعال عندما نبلع الريء أو اللعاب باتجاه معاكس لأنه بتتخرج طبعا بيدخل يعني يا أما رزاز من اللعاب يا أما شيء من الطعام يعني بيدخل على الحنجرة اللي ما مفروض هي بالطبيعي يدخل نعم بيقوم بيصير هالمنعكس لحتى يطرد هالجسم الأجنبي نعم لهيك بتصير هالمنعكس الأوي أما إذا ما صار المنعكس يعني شيء ما كويس يعني بيدخل الطعام وبيدخل اللعاب على الطرق التنفسية والقصبات يعني هي منعكس لطرد هالجسم وإذا ما تكررت الحالة غالبا هل هي مؤشر على وجود نوع من التوتر على تكررت الحالة بدنا نفحصه بس يعني ممكن يكون أغلب شيء أنه صار معه خصوصا من شوفه باللي صار معهم جلطات دماغية أو معهم أمراض عصبية بتكون خافة في الحساس يعني مو الحساسية الحس بالنخفاض حس الحنجرة ما بقى عم بتحس كتير الأعصاب الحسية هدول أكتر شيء منشوفه عندلي معهم أفيسي أو هيك شيء يعني عندهم يصيبوا بأمراض وعائية أمراض وعائية دماغية أو عصبية ما بقى كتير بيحسوا يعني بيخف الحس عندهم فبيصير هالمنعكس يعني بيبلعوا بالطريقة معاكسة طريقة معاكسة رامي يتصل بك من الإمارات ألو رامي أهلا وسهلا أهلا سعداء جدا باتصالك يا رامي أهلا وسهلا فيك وبيكل مستمعينا نعم وسعداء جدا دائما بالإتماع إلى صوتك وباهتمامك أمامك ببرنامجنا ومتابعتك للبرنامج أهلا وسهلا فيك تفضل تفضل دكتورة لما تسمعك دكتور كنت في عندي مشكلة في موضوع الجيوب الأنفية يعني أنا دائما لما في شوية تغبرة في الهواء أو في رضوبة عليها أو في أي مثلا وأنا بغضب مثلا بيطول حاجة في أي طراب موجود على المكتب عندي أي حاجة الجيوب الأنفية عندي بتغرم بيبقى فوق حواجبي كده بتلاقيها ويرمت خدودي تغرم خلاص الصباح بقى بيمسكني ما فيش باخد دائما كلاريناز لما باوصل للحالة دي بس كلاريناز هو مضاد حسية تقريبا فمشكلة مع السواء ما بعرفش أن أنا أسوق لأنه بيخلي الواحد ترفيزه ليل شوية أيها تعايز أعرف إيه المفروض الواحد يا عميل عشان ما وضع الجيوب الأنفية الاتهاب الجيوب الأنفية ده ما يزيدش لأنه ابتدى عندي بقى يتطور كتير يعني حتى أقل نسبة كتوبة وأقل غبرة أو أي حاجة في تروس في الهواب أي هلأ أول أول شي بدك تاخد مضاد تحسوس مثل ما قلتها هذا كتير مهم بس في مضادات تحسوس نازلة بالسوء ما بتسوي نعاس يعني مثلا أو بدك تاخدها حبة بالليل يعني في كتير نزلت بدون يعني أنا بعرف أسماء ما رح أقول دعاية بس بلاسكا أيريوس هدولة ما كتير ما بيسببوا النعاس يعني بدك تسأل بالصيدليات في أدوية تحسوس ما بتسبب النعاس أو أقل بكتير من غيرها وبخاخات أنفية هاي على مدى طويل يعني ما بدك تاخدها بس بالفترة اللي عم بيصير فيك يا معاك هيك هاي بدك تاخدها ست شهور يعني يعني مو بس إنه تاخدها يومين ثلاثة توقفها ست شهور متواصل تاني شي كل اليوم يعني مرتين في اليوم لا مرة مرة حبت غالبا حبوب التحسوس حسب في حبوب نقدر ناخدها مرتين بس غالبا بتكون حبة واحدة مساء مع بخاخات كورتزونية أنفية بتخفف الحالة التحسوسية بالجيوب كتير هاي تمام بس هو فيه كان فيه سؤال عندي موضوع الكورتزون هل الكورتزون استعمالوا كتير بصفة دائمة بيكون فيه خطر مثلا طبعا بس أنت ما عم تستخدم كورتزون هذا أنتيهستامين ما نو كورتزون هدول الكلاريناز بينما البخاخ الأنفي أي كورتزون مضبوط بس بيضل موضعي ما بيضر نعطيه سنين طويلة آه يعني مجرد بس يعني هو أستعمل البخاخ مرة كل يوم مثلا مرة الصبح مرة المسامرتين في اليوم مرة طويلة ستة شهور ايه ايه ثلاثة لستة شهور ايوة رامي إذا كنت تود متابعة حالتك مع الدكتورة لما بعد تجربتك طبعا للعلاج اللي وصفت لك طبعا دكتورة لما رامي بيقدر يراجعك من خلال الكتاب اللي لك على فيسبوك نعم إذن رامي لا تتردد جرب ما نصحت به الدكتورة لما ومن ثم طبعا نحن منتابع الملفات الطبية لموردانا أهلا وسهلا فيك يا رامي شكرا شكرا لألكم على وفائكم على متبعتكم على ثقتكم بأطبائنا لأن اتصالاتكم هي دليل ثقة بأطبائنا وهذا طبعا فرح كبير لنا لأنه بتكون وصلت رسالة الصحة المسدامة لألنا أكيد فرح كبير يعني شكرا دكتورة لما طبعا من دون أطبائنا ما فينا نقوم بهذه المهمة وهي مهمة إنسانية نبيلة سامية نتمنى أن نواصل القيام بها دكتورة لما أود أن أقرأ فقط كلمة أحمد وكلمة أبو زياد أبو زياد بإن شكرا على هذا البرنامج أسعد كثيرا بهذه الكلمات أحمد الأمين الأمين بيقول شكرا أحييك على روحك المرحة وتفنيك في العمل فلكل مائدة ملح وأنت ملح فرنسا كلها حلو كثير إن لم أقل العرب شكرا لك يا أحمد ربما هذا كثير علي ولكن شكرا أنا سعيدة بك بما قلته لأن أنا أكيدة إنك صادق فيما قلته شكرا شكرا لك يا دكتورة لمعلمة جيك إلى استوديو البث المباشر شكرا إليك سونيتا شكرا كثير مبسطت دائما بمبسط معكم صراحة شكرا هيك ساعة من الوقاية والصحة المستدامة لك ولعائلتك وأكيد لألكون أكيد شكرا للور لكاتيا ولكل مستمعي صحة المستدامة أطيب التحيات لكم وعود إليكم مع القايا جديدة من الصحة المستدامة غدا مع أطيب التحيات سونيتا ناظر باي باي اشتركوا في القناة